أعظم المنجيات الصدق مع الله وهذا هو المقصود من الحديث كله لأن الحاقل إذا رزقه الله فهم الوحي ماذا يفهم هذا رجل قليل الفقه بدليل أنه أمه على الباب ثلاث مرات ويقدم عليها صلاة النافية واجتمع عليه أمران الأمر الأول تتعرض له امرأة حسنة وتهبه نفسها وهذه فتنة وأي فتنة والأمر الثاني أن أمه وهي أبر الخلق به دعت عليه لم تدعو له دعت ماذا دعت عليه فاجتمع عليه دعاء الأم ورؤية بغي حسنى لا تبالي بالفاحشة وقلة الفقه ومع ذلك هذه الثلاثة نجاه الله لم يقع في الفتنة نجاه الله لماذا لا لفقه ولا لدعاه يمعه ولا أطعم صنيع البغي لأنه كان صادقا مع من معك إن من أعظم ما يمكن أن تسأله ربك أمره الصدق والتقوى الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق والله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدق كمان الصدق مع الله أعظم المنشيات فإن الكذب على الله من أعظم الموليكات فإن الكذب على الله يا ذنب الله من أعظم من أعظم الموليكات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة